موسيقى ضمن العنشة الدينية التي تقوم بها حلقة النور بمسجد عثمان بن عفان تجيء هذه المناسبة التي أقامتها الحلقة بغرض تقديم الجوائز للفائزين في المسابقة القرآنية التي نظمتها الحلقة وهذه المسابقة عادة ما تنظمها حلقة النور بمسجد عثمان بن عفان لتشجيع طلاب الخلام القرآنية فهذه المرة فاز خمسة عشر طالبا ستة من البنين وتسعة من البنات حيث كان في المرتبة الأولى من البنين الطالب عسى عبد الرحمن أرضي ومن جانب البنات الطالب فاطم وحمد الحبو وقد شهدت المناسبة أيضا تقديم إسنان وسلاسين طالبا ختم القرآن الكريم حيث سمحت المناسبة لممثل المجلس العالى للشؤون الإسلامية نائب منذوب المجلس بالدائرة الخامسة القوني محمد خرسة ليؤكد أهمية مثل هذه المسابقات سيما في عصرنا الحالي نحن سواء كان مربيين سواء كان آباء لا بد أن نضاعف جهودنا لتربية هؤلاء الناشئة وفي نهاية المناسبة قدمت شحادات تغديرية لبعض الشيوق والسيدات بحلقة النور بمسجد عثمان بن عفان لما يقومون به من تعليم القرآن الكريم وعلومه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر